السلام عليكم الله و كاته انتهينا في النهاية السابق الكلمة و قلنا تجي معنات fact or information ان شاء الله في هذا الدرس راح نكمل مشوار مع كلمة uncustoms معناتة not used to something uncustoms لما نقول not used to something لهم معناتة غير متعود على الشيء غير متعود غير متعود للقيام بهذا الأمل و كل الشيء مثلا زي ما نقول زي الخجول مثلا uncustoms غير متعود كامل من نيويورك جايين مثلا من نيويورك كانت مغيمة was uncustoms to show Chicago heat يعني جينا مثلا نيويورك كانت مغيمة باردة الى شيكاغو وجدنا الحرق او الحرق مثلا لجي مثلا من أوروبا أو أمريكا شوف الأجواء غير فهيقول uncustoms P شوفوا uncustoms as he took exercise علي quickly become time لان علي ممتعودة على التماري الرياضية فهو بسرعة أصيب بالأرهاق uncustoms فلهذا التماري الرياضي هتحتاج الاستمرار حتى اللغة الانجليزية مثلا ان شخص يدرس ويتعلم ثم يوقف يحسس نفسه مثلا رجع خطوات شوية للوع لانه مو متعود على الممارسة uncustom number two we have the word bachelor bachelor a man who has not married yet a man who has not married yet في عندنا كلمة bachelor تيجي بمعنات اللي هي درجة باكالريوس وفيه bachelor اللي هي اللي هي اللي عندنا هنا في المثال اللي هي الشخص الأعزب شوف المثال ماي براثر توق أنا اوث تومين باشلي طبع درسنا في الفيديو الساب اللي هي معناه قسم و قلنا نقل نقول اوث نقل نقل نقول سوير أخري قسم أنه يضل أعزب طول حياته في الموفي دماغ المنزل كان مرحباً لباتجل نمبر 12 كواليفاي كواليفاي لما نجي لمصطلح كواليفاي لعما ما نشوف موجود شنو في المواقع التوظيف أو الطلبات التوظيف نقول شنو الشروط عق التوظيف للشخص كواليفاي المؤهلات ما نشنو مؤهلات عساس نختار الموظف من المقابلة عساس هيقول بي كمفت لازم هيكون كواليفاي شوف لاحظو المثال I'm trying to كواليفاي for the job that is now faken أنا حاول أني أكون الموظف المطلوب لهذا الوظيفة الشارع أبدل الجهدي أني أكون مناسبة للوظيفة فمثلا شوف أيضا من الشروط مثلا نقول you have to be taller than مثلا نحط مثلا الرقم هذا بالنج طبعا نقول مثلا نحط مثل مئة وستين سنتي to qualify as a police man in our town يعني لا أساس تكون تبا تتوظف كشعطة في مدينة مثلا لازم يكون طولك بهذا الطول على الأقل نمبر ثيرتين نمبر ثيرتين نمبر ثيرتين Nains persons maximum งثلا كوربوس جثمة نمبر ثيرتين مناسبة كونسيل كونسيل اللي هي hide اللي هي الاختفاء الاختفاء أو الاختفاء أو هكذا conceal يقولك كونت دراكولا conceal the carapace and his castle كونت دراكولا دراكولا الاختفاء أو خبية من الشيء this smell number 15 this smell it will look dark and depressing dark اللي هي معنا ظلام depressing اللي هي الحباط فحنا ما ندمج this dark and depressing نقول شو نعطينا معنا أشد من الحباط اللي هي كئيب كآبة مظلم شوف مثلا when the weather is so dismal يعني متن ما كان الجو so dismal كئيب مظلم I sometimes stay in the bed all day أجلس على سريه طول اليوم خاص متن ما كان الجو في الخارج مظلم كئيب بحر وهكدا منكروف نسمي خلاص مسبب الأحباط أن الشخص يعني ما يحب يطلع بصاب الحر أو شيء والظلام نقول I stay at مثلا I stay at home I'm an captain to this A man A man A man A man A man A man فعلا ذكرنا Uncensored غير متعود أو متوقع Decimal dark or depressing إلالإحباط آخر كلمة climate وهي المناخ Now number 16 تشوفوا لاحظوا اكيد هاد قدكم مشهورة فاري كولد هكذا نشوفوا مثلا الاب البود وورد فرجد فرجد لهي جدا بارد نمبر سفنتين انهابت انهابت اللي هي شنو معناتها اللي هي السكام لما نقول لف ان معنات ان يعيش فيه يعيش ان او مثلا نقول مثلا حت نقلل يقول انهابت او ببيوليشن كل هال مثلا نقول نوع هي تاني شي واحد انهم يعيشون ان شوفوا لاحظوا مثلا اسكيموس لهم اسكيموس انهابت بارد اف الاسكا الاسكيمو هدولين سكان الاسكيمو يعيشون فيه جزئية من منطقة الاسكا اللي هي البعض نمبر ايتين نامب 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 لاحظة ايه اصابعي او اناملي مثلا شعرت بالنمل ايه بالتخدر او هكذا فقدت الحاسية الاحساس فيه اني الحركة 18 Braille و الاكثر شهرة شنو Danger او Dangerous الي هو خطر شوفوا المثال احنا اخذنا في الفيديو سابق Mount وهي تعني مثلا Get Up On اليه الصعود ننضيف عليها A I N Mount اليه الجبال هنقول صعود الجبال لاحظوا الان هناك خطر شديد هناك خطر شديد عندما نحاولة تصعود الجبال مش بسهولة ها نزميها Braille او مثلا There is It is very dangerous مش عامل من صعود الجملة هذي It is مثلا Very dangerous To climb the mountain ايا كانت صعود الجملة There is a great thrill In trying to climb the mountain Only then It is very dangerous To climb the mountain اللغة الانجليزية دعم ما ليه بالسرنوم و ما شعبه اخر كلمة لدرسنا اليوم Reclimb Reclimb معناها شنو Lay down Stretch out Lay back طبعا مثل ما قلتان شوفوا المعاني هنا كلها Phrasal verb فهموا ان شاء الله في ال advanced level او intermediate level راح تاخدون او مثلا لما تشاهدون فيديوهات ثانية عن phrasal verb vocabulary هتتطرعون او تتعلمون شنو تعني هاد المصطلحات هي مقتصرة جدا احنا من جاي يقول لكلمتنا هدي Reclimb Lay down Stretch out Lay back اللي هي مثلا شنو مثل الكنبة اللي تكون فيها زي زي الكرس الهزاس اللي هي معناه تقلنا يستلقي او يتمدد على الشيء هنشوف المثال توضيح اكثر هاد المثال هاد المثال هاد مثلا نوع الكنب نسمي Recliner لاحظوا مثال كنب Recliner Recliner Sofa هاد المثال الشخص لما يكون يستلقي او شي نسمي مثال هذا الشخص مثلا Recliner استمدد على سريع لهذا نسمي هاد النوع من الكنب او شي Recliner Recliner Sofa وبهذا ننهي حديثنا اليوم او هذا الدرس عن كلمة Recliner ان شاء الله الفيديوهات الجاي نستكمل المشوار وموفقين ان شاء الله شكرا